لكن في حاجة تانية من حيث الشكل خضتني اكتر من الكلام شوفوا يا جماعة الواحد لما برضو سافر الغرب ده وعاش فيه اتعلم حاجات كتير وشاف حاجات كتير ما كانش بيشوفها غالبا في مصر او في المنطقة العربية اتجيبوه لنا الصورة كده يا جماعة عشان انا الصورة دي طاعنتني في قلبي اه كما صورتين من الصورة واحدة الصورة دي الصورة دي فيها كمية من الورد الابيض رائعة في الحقيقة وجميل الورد الابيض ده مش اي نوع من الورد الابيض اولا ده ورد ابيض شوف الرجل في مشروع زراعي في تشكة يعني من سبيل يعني الحلوة والرواءان يتعامل يعني فدانين ورد لكن الورد ده ورد اركيد هولندي اه ابيض اللون غالي الثمن فانا روح تدورت على الانترنت عايز اشوف كمية الورد اللي مفروشة دي كده تعمل لها كامل بس انت لما اجي اكلمك في ازمة الاقتصادية لو انا جاي استلف منك خمسين جنيه او جاي اشكيلك حالي او جاي اقولك عن سبب اخفاقاتي او مشاكلي لازم كلام يبقى موضوعي او مقنع لكن لما بقى قاعدوا حواليا ورد لا يقل تمنوا في الصورتين في صورة تانية بقى اعطلنا الصورة التانية من الزاوية التانية شوف يا باشا شايف المصور اللي في الصورة دي في تحتيه ورد البوكيه ده بس باربع تلاف دولار البوكيه الصغير اللي على الترابيزة بألف وخمسمائة دولار ممكن يا جماعة انا انا حطيت موقع الحاجات دي بتتباع فين وتقدر تعملها ديليفوري وبتاع البوكيهات الصغيرة اللي على اليمين والشمال في الترابيزات الصغيرة دي بمية وخمسين دولار البوكيه فانت مرمي حوالين الراجل اربع لخمس بوكيهات على الارض من تمنة باربع تلاف دولار والرجل المصور مرمي تحت رجله بوكيه باربع تلاف دولار تنين يعني انت بتتكلم في عشرة لاثناشر الف دولار في الصورة بس سيبك من المحتوى خالص ولا مين قاعد بيكلم مين ولا بيقوله ايه ولا اي حاجة لما تدربهم يا معلم في التمنتاشر ستين احنا نتكلم في حوالي مية ستة وتمانين الف جنيه ورد فقط واذا ده لو اي دلالة فهيوريك حجم الاحساس الحقيقي عند مؤسسة الرئاسة المصرية بالازمة الاقتصادية اللي عايشها الشعب المصري مش محتاجة اكلمك كتير واقنعك انه هم مش حاسين بينا الراجل اللي لما استلم القاعة دي قرر يزينها بهذا الورد الغالي الذي لا ينمو الاركيد وخش يضرب على الكمبيوتر يعني ما ت راجع ورايا لا ينمو الا في الجو البارد يعني ما ينفعش تجيبه في مركب لازم يجيلك يا في مركب فيها تلاجات يا اما يجيلك اه انا جبت الموقع ده سألت الموقع يعني يا جماعة لو انا عايز استخدم الورد الابياب بتاع الافراح ده اسعاره ايه وجبت الاسعار تحت بص تحت كده انزل 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 كمان 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 يا أستاذ حسان بس انزل بقى ارجع بقى في اول الارقام لا خلي اول الارقام كده جميلة جدا شوف انت بتبتدي الحاجات اللي احنا اللي انا تتكلم عنها دي والله العظيم تلاتة دي اسعاره الحقيقية وخد بال حضرتك انا مش هحسبك على المشال ولا هحسبك على النيلون ولا هحسبك على الطيارة ولا هحسبك على الفلوس بتاعة الحاجة دي لما جات بالطيارة لان الحاجات دي ما بتنموش في مصر جونا جو تشكة ما ينفعش ينمو فيه هذا الورد العظيم عرفتوا بقى ليه انا بقول لكم مساء الورد وليلتكم كلها ورد لانه انتو عايشين مع ناس بيدركم خيالها كله ها اه اهو ارقام جميلة ارقام جاء 4000 دولار و1500 دولار وحكاية رائعة ومبدعة بتؤكد لك عزيز المواطن عزيزة المواطنة ان احنا في البلالة خالص احنا ببرا الموضوع انا مش هقارن ما بين الورد ده ها والطماطم والخيار وبتاع انا بس عايزة تعيش مع خيال اللي عايشين بيوضبوا المشهد قبل اللقاء واللي حاضرين في اللقاء واللي بيتكلموا في اللقاء واللي بيسأله في اللقاء وكل الرجال الاعلاميين الكبار الاسماء العظيمة اللي موجودة في القاعة لم يشأ واحد منهم انه يسأل هو الورد ده بكام وطبعا انتو عارفين تشكة حر وظروفها صعبة فعشان نعمل قاعة كلها رخامة بيض كاستراحة يعني في تشكة انا هسيب لي خيالك تفكر البتاعة دي معمولة بكام يعني احنا مش قاعدين في قاعات على الاقل زي العمال اللي بتشتغل في نفس المشروع ده بعيدا عن في نسبة صدق قد ايه ونسبة كدب قد ايه احنا مش يعني احنا مش عايشين حتى مع الناس اللي احنا بنقول ان هما بنفذوا رؤيتنا وفكرتنا الاقتصادية الهمة وان احنا هنزرع بالامر المباشر لشركة لا يملكها الا الجيش الفيديو اللي حضراتكم جزء منكم شافه طيب انا عرف رمضان وبتاعه وبالناس بتلحق بقى تجري تجيب الخشاف والمخلل وبتاع فما بيلحقوش بصوا على الكلام ده انا شغلان تقعد ابصوا على الكلام ده فربنا يعني ابتلاني النهاردة بمشاهدة الفيديو الشارح الوافي اللي فيه واحد من السادة اللي وقات بيتكلم بوضوح عن حجم زراعة القمح في هذا المكان في مصر انا مع زراعة الامح ومع الاعتماد الذاتي على النفس انا مش ضد ده خالص خالص بالعكس انا عندي بس ثلاث اسئلة اساسية السؤال الاولاني هو ليه كل شيء في مشروع الامح ده احنا معتمدين على رجال القوات المسلحة لدرجة ان اللي هو توفيق وهو بيعرض المشروع ما قالوش يا فندم انت النهاردة في الوحدة اللي هو توفيق نفسه خياله وعقله بيقوله ان احنا في الشركة وبيقوله يا فندم اهلا بك في الشركة وبيعرف في السيد الزابط اللي بيعرف السيد الرئيس على انواع التكنولوجيا اللي بيستخدموها في الحصاد بانه احد العاملين في الشركة وهو زابط في القوات المسلحة طب دي شركة ولا واحدة عسكرية ولو دي شركة دي بفلوسنا ولا بفلوسهم ولو هي بفلوسنا نقدر نروح ونشوف هي بتنجح وبتربح ولا احنا بنلف الورق مع بعضنا وبنزبط الامور ومهم الصورة